انتعشت تدريبات فريق الاتحادي اليوم الجمعة بعودة اللاعبين الدوليين وذلك قبل لقاء ضمك المرتقب في الجولة الاثنان وعشرون من بطولة دوري روشن السعودي والمقرر له يوم الثلاثاء المقبل والموافقة اربع ابريل يواصل فريق الاتحادي استعداداته لمواجهة ضمك التي ستقام على ملعب الملك عبدالله الدولي في جدة يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مدينة مكة المكرمة وبدأ عبدالرحمن العبود لاعب الاتحادي اليوم الجمعة المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الكروي الاول وذلك بعد تحسن اصابته وشارك المحترف البرازيلي رومارينيو دا سيلفا مع زملائه اللاعبين في التدريبات الجماعية استعدادا لملاقات ضمك يوم الثلاثاء المقبل كما وصل الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله والثنائي المصري طارق حامد واحمد حجازي الى جدة للمشاركة في تدريبات الاتحاد استعدادا لخوض مواجهة ضمك ويحتل فريق الاتحاد المركز الاول في جدول ترتيب دور روشين السعودي برصيد خمسون نقطة متفوقا بفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب الترتيب الثاني بعد مرور واحد وعشرون جولة في نهاية الفيديو لا تنسوا دعمنا من خلال الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو